بحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة بيّنت أن هناك ارتفاعاً خطيراً في عدد الإصابات يشهده المجتمع العربي في إسرائيل ليعيش الشارع اليوم وبشكل خاص قرية مجد الكروم حالة من الاضطراب تصل حد خطر الإغلاق للبلدات التي تصنف ضمن اللون الأحمر سببين رئيسياً أحكي عنه الأول هو عدم ثقة الجمهور في المؤسسة بشكل عام بحكي في الدولة في وزارة الصحة وتعلمات الصحة التي تختلف من يوم ليوم وهي واحدة واثنين هي التجمعات في هذه الفترة التي معروفة عندنا في المجتمع العربي حالياً هي فترة العرس فإن هؤلاء السببين اليوم في عنا ملاحظة زيادة حادة أسميها أنا في عدد الإصابات في مجد الكروم على الرغم من استمرار التحذيرات والتقييدات الصادرة عن وزارة الصحة للمواطنين منذ بداية الأزمة إلا أن الموجة الثانية كان العرب فيها الأكثر تضرراً وذلك بسبب التجمعات في المناسبات الاجتماعية كالأعراس والمآتم لتشهد مجد الكروم أسبوعاً صعباً في استمرار الإصابات لتصل نسبة الزيادة إلى ثماني إصابات كحد أدنى كل يوم في استهطار من المواطن بوجود الكورونا هذا استهطار وهذا الجدال الموجود وهذا الدولي اللي فتحت الأبواب وفضلت الاقتصاد على الوباء هذا هو السبب الأساسي لقضية الكورونا فلنحن الإشار يعتمد فقط على المواطن الإشار يعتمد للأسف فقط على المجلس كمان الدولي زاتت كل مقاومة الكورونا ومحرطوا على رؤساء المجالس فالإشار يعتمد على المجلس ويعتمد على مدى التزام المواطن في مجد الكروم لمر 3 حالة من الاستهتار في الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في أشهر الصيف التي تكثر بها المناسبات ما قد دفع إلى تسجيل عدد كبير من الإصابات بين المواطنين العرب خلال الموجة الثانية من انتشار الجائحة فبعد أن كان المجتمع العربي أقل ضررا في الموجة الأولى باتت الأخطار الصحية وتداعيات إجراءات كورونا تهدد المواطنين العرب اقتصاديا واجتماعيا ما يتطلب التشديد على الالتزام بالتقييدات للحد من انتشار العدوى